اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان موسكو سترسل انظمة دفاع جوية جديدة الى سوريا في المستقبل القريب الامر الذي اثار قلقا اسرائيليا فيما لجأ سفير الروسي لدى اسرائيل طمأنة المسؤولين الاسرائيليين الى ان موسكو بالرغم من تحالفها الوثيق مع سوريا لا تتجاهل المصالح الامنية الاسرائيلية رغم المحاولات الجمع لابكاء العلاقات قوية ما بين روسيا واسرائيل يسود توتر في العلاقات في خضم النزاع في الميدان السوري وحول تصريحات الاخيرة لروسيا بتزويد الجيش السوري منظومة صواريخ اس 300 توسع النفوذ الايراني في سوريا ما زال مستمرا ما يزيد الطنابلة والتأكيدات الاخيرة على تعزيز نفوذ ايران خصوصا في قواعدها في سوريا اربك العلاقات الاسرائيلية الروسية ايضا السفير الروسي لدى تل ابيب اكد ان بلاده لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن تزويد النظام السوري بمنظومات الدفاع الصاروخية اس 300 لافتا الى ان روسيا تأخذ دائما في الحسبان المخاوفة والمصالح الامنية لاسرائيل لكنه اكد على وجود قلاقلة من وضع العلاقات المتبادلة بين اسرائيل وايران في ذل التهديدات المتبادلة والرفض المتبادل للدولتين كل للاخرى خبراء الروس سيواصلون تدريب الجنود السوريين وسيقدمون المساعدة في اتقان انظمة الدفاع الجوي الجديدة التي سيتم تسليمها في المستقبل القريب تزامنا مع ذلك اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان روسيا سترسل انظمة الدفاع الجوية جديدة الى سوريا في المستقبل القريب اضافة لاختبار موسكو صاروخ كروز توماهوك الذي اطلقته الولايات المتحدة تجاه سوريا خلال الهجوم في وقت سابق من هذا الشهر لتطور من قدرتها في الماضي تم تأجيل عدة صفقات اسلحة عسكرية ما بين روسيا وسوريا تحت طغط اسرائيل ودول اخرى لكن وزير الخارجية سيرغا رفلو قال ان الهجوم الامريكي قد ازح العقبات الاخلاقية كما اشار مصدر روسي ان اسرائيل تمارس ضغوطا على روسيا لتأخير الامدادات للجيش السوري